كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومات الشركات والمنشآت والحماية الاجتماعية والثروة العقارية حيث شهد مدبولي توقيع بروتوكول التعاون الأول في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة الشركات والمنشآت والذي يهدف لتعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما لتطوير واستحداث خدمات الشركات والمنشآت المركبة المقدمة للمواطنين